خلينا نروح لمنتخب الأول منتخب لعب مباراة أنا عارف مش هنقدر نقيم فيها كابتن إهاب جلال ولكن أنا هتكلم عن اختيار كابتن إهاب جلال في الأول من وجهة نظرك بعد انتهاء عقد كارلوس كيروش وعدم الاتفاق مع الاتحاد المصري لكرة القدم واختيار كابتن إهاب جلال شايف الوقت ده ازاي بصوا طبعا كيروش كان عليه كومنتات كتير مع أنه أنا كنت شايف أنه هو كان لازم يكمل وكان من إحدى النقاط اللي تم الكلام فيها أنه هو يعني أنه تميله عقد لغاية 20-26 يبقى فيه يعني تخطيط طويل شوية لمدى طويل وانا شايف أن الراجل ده كان عنده شخصية كويسة جدا وكان عنده رؤية وكان يعني لما نشوف هو عمل ايه في خلال 4 أو 5 أشهر اللي مسكهم أو 6 أشهر بالظبط يعني هو تولت المسئولية تقريبا في شهر 10 في أكتوبر وبعد بطولة بعد خفاقنا في كاسعالم في أواخر مارس يعني عمل نقلة كبيرة جدا أنا وجهة نظري عمل نقلة كبيرة جدا وعمل شخصية للمنتخب وكان ممكن يستكمل المشروع بتاعه بتطوير وبشوات خطوات تتعمل على مدار الأربع السنوات القادمة طبعا ما عرفش التفاصيل يعني دي ما تمش الاتفاق واستكمال عقده لكن في النهاية جي كابتن إيهاب جلال أنا شايف إن اختيار إيهاب كان هو أكتر اختيار مناسب بالنسبة لمصريين إيهاب عنده شخصية هادية وفي نفس الوقت قوية ووجهة نظري كمان إنه عنده استراتيجية عنده فكر يقدر يشتغل ويقدر يوصله للعيبة بس بشرط إنه يتعمله ماتشات ودية وأنا مبسوط جدا إنه هو بدأ يعمل يعني أول تجمع لي رح عامل مباراة كوريا الجنوبية فعلا؟ حتى لو في آخر يوم ولا حاجة خالص وهيروح يلعب ويرجع لعيبة ترجع تخش على أندياتها عادي خالص التجربة هتبقى مفيدة أيوة كوريا شفناها خسرانة من البرازيل لسه خمسة فاللي أنا عايز أقوله إنه المفروض يلعب ودي وهو هيلعب ودي كتير هاب كل تجمع هيلعب ودي لأنه هو عايز يوصل الفكر بتاعه للمجموعة اللي معاه وفي نفس الوقت كمان لازم يشوف عناصر لازم يدخل عناصر جديدة عشان يبدأ يضخ دم جديد ويحط الفكر بتاعه اللي هيقدر ينفذ الفكر بتاعه لكن إهاب أنا شايف إنه هو اختيار كويس اختيار إن شاء الله ربنا يوفقه اللي لازم نسنده كلنا ولازم الإعلام يسنده والجمهور يسنده عايزين نفسي مرة يعني كنت لسه بتكلم مع صديقه ليه إحنا إحنا إمتى يعني نبقى بننجح الناس يعني إحنا النهاردة عشان ننجح واحد ونطلع مدرب وطني طلع الكابتن جوهري فترة من فترات طلع الكابتن حسن شحاته وتولى ونجح أنا عايز أقول إن إحنا المفروض ننجح المدرب أو منظومة بتنجح المدرب نقف دهره وندعم أنا هقولك على حاجة تعال ناخد ألمانيا كمثال لوخيم لوف 8 سنين أعتقد لا 8 سنين من ألفين وستة بعد كلينسمان كاس عالم ألفين وستة صح بعدها ميسك ويخيم لوف ميسك لسه سايب هانز فليك ميسك من قد إيه لأ وأنت شفت الهانز فليك ميسك إزاي آه كان مساعد كان في بايرن كان في البايرن وطلع وهو في نص الموسم مع البايرن ورح طالع وماسك لا لا إذا كمل السنة عادي خلص كمل أوه بعد الميسك وإخوة كيم لوف طلع من كاس العالم مش فاكر ولا خسر في كاس العالم الأخير في روسيا أو في كاس الأمم الأوروبية والتحاد الألماني أعلى إنه دي آخر أمم أوروبية أو كاس عالم لأخوة لأخوة لوف وهيمسك هانز فليك اللي أنا عايز أقوله إن يوخيم لوف ميسك من ألفين وثماني وسبعة أو ألفين وثماني لا يعني هو كان مدرب منتخب ألمانيا في ألفين وثمانية في كاس الأمم اللي هي في بلجيكا والنمس يبقى في ست سبع خلاص فبتتكلم لغاية ألفين وواحد وعشرين أربعتاشر سنة يعني بتتكلم أربعتاشر سنة أربعتاشر سنة مدرب ماسك منتخب الناس دي بتخطط الناس دي بتعرف تختار إزاي الناس دي بتطوره يعني وهو ماسك هم بيطوروه بيساعدوه وبيتعاونوا معاه عشان ينجحوه عشان يقعد أربعتاشر سنة هو ماسك المنتخب نفس الكلام بالنسبة لهانز فليك كان مساعد ومسكوه من بايرن وفضل ماسك بايرن وكسب بيه خد السوداسية بيه خد ستة بطولات ومنهم كاس عالم يعني اللي أنا عايز أقوله إن إحنا كمنظومة لازم نتعلم ننجح الزل معنا سواء لاعب عنده مشكلة سواء مسؤول عنده مشكلة سواء حكم عنده مشكلة نساعدوا عشان ينجح نفس الكلام بالنسبة للمدربين هي هي نفس المنظومة بردو ولا